وفي كلمته خلال حضوره اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرع بالجيش الثاني الميداني أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الرؤية الثاقبة لقيادة الدولة المصرية خلال فترة حرب أكتوبر ومات لها والتي تجاوزت عصرها وظروفها وحالة المنطقة أنذاك كما أشار السيد الرئيس إلى أن مهمة القوات المسلحة هي الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حقوقها أن بعد 51 سنة القيادة التي كانت بتقود الدولة المصرية في الوقت ده كانت قيادة لها رؤية بعيدة جدا جدا واستطاعت أنها تتجاوز عصرها وتتجاوز ظروفها وتتجاوز الحالة التي كانت موجودة فيها منطقتنا وكانت تقول أننا قاتلنا من أجل السلام نستعيد أرضنا وهي دي مهمة القوات المسلحة هي الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حدودها وده أمر أتصور أنه هو من أفضل وأشرف المهام اللي بتقوم بها أي قوة أو قوات عسكرية لأي دولة أنها تحمي بلادها وتحمي حدودها ولكن اللي أنا أقصد أكلمه هنا بعد 51 سنة وأنتوا شايفين التطورات اللي بتتم دلوقتي في منطقتنا وأدي إيه؟ أن الرؤية دي كانت رؤية الحقيقة شديدة العبقرية وما تحقق فيها بيؤكد للوقتي الآن أن كان سبق للعصر وتحقق لمصر السلام وبقى السلام من الوقت دوت وحتى الآن هو خيار استراتيجي للدولة المصرية وهنا أتواقف عند نقطة مهمة أكد عليها أن إحنا ما عندناش في مصر لا القوات المسلحة ولا الدولة المصرية ولا أي مؤسسة من مؤسساتنا عندها أجندة خفية تجاحا شكرا